وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مشروعات الصرف الصحي تمثل أولوية همة على أجندة المبادرة الرئاسية حياة كريمة مشيرا إلى أن الدولة تعمل على التوسع في نسب التغطية بخدمات الصرف الصحي بجميع قرى محافظات الجمهورية وذلك في إطار الجهود التي تبزلها الحكومة للارتقاء بجودة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية برتباط غرب المغاغة ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف شربيني إلى أن وزارة الإسكان تحرص على الإسراع بمعدلات إنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومنها مشروعات مياه الشرب وصرف الصحي منوها إلى أن عدد القرى المستهدفة بمحافظة المينيا في إطار المبادرة الرئاسية يبلغ 292 قرية في خمسة مراكزة ترجمة نانسي قنقر